دعا رئيس الجمهورية ميشيل سليمين قيادة الجيش الى عدم التهاون مع من تسول له نفسه الاعتداء على المؤسسة العسكرية والتشدد في ملاحقة المعتدين وتقديمهم الى العدالة منددا بالتعرض المتكرر للجيش والمساس بهيبة الدولة من قبل اي كان بدوره عزى رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة عائلة النقيب الشهيد بيار بشعلاني وشهيد الرقيب الاول ابراهيم زهرمان السنيورة رأى ان الاعتداء على الجيش غير مقبول ومرفوض تحت اي حجة اما الرئيس ناجيب ميقاتي فقد اطلع من وزير الدفاع وقائد الجيش على ملابسات الحادث رافضا استخدام السلاح خارج سلطة الشرعية رئيس حزب القوات اللبنانية سامي جعجع اكد ان مسئولية الامن هي حكر على الدولة وقواها الامنية مطالبا السلطات المعنية ان تقوم بعملها في حماية الامن وصون الحدود البطرياركو الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراع اعتبر ان الاعتداء طول هيبة الدولة ونال من دور السلطة العسكرية التي انتزعزعت هددت الكيان اللبناني كله بالسقوط اللقاء الاسلامي والوطني توقف عند الحادث وطالب بكشف خلفياته وسأل اللقاء الذي اجتمع في منزل النائب محمد كبارة لماذا التعاطي مع عرسال بهذه الطريقة التي تددل على استهداف واضح ومحاولة خطيرة ومكشوفة لطورية الجيش مع الاهالي اشتركوا في القناة